السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام أهلاً ومحبا بكم في قناتنا الرياضة وإخبار نتمنى تكونوا بخير ودعموا القناة بالاشتراك والإعجاب بالفيديو وشكراً الخبر الذي يهم المنتخب المغريبي هو الرقراجي وجديد المنتخب والمباراة الثانية مع البورغويرج انتهت بتعادل صفر المتلئة والليبان غياب المهاجم القنص في هذا المباراة الشيء الذي خلقه الرقراجي في الكرف إعادة الحمد لله والعربي حيث علمت بعض المصادر الصحافية أن رئيس جامعة سكوات القدم فوزي القجع سيعقد جلسة الصلح مع مهاجم فريق الاتحاد السعودي عبد الرزاق الحمد لله من أجل إعادته لصفوف المنتخب الوطني المغريبي بعد غيام دام ثلاث سنوات وسيجتمع فوزي القجع مع الحمد لله من أجل تدويب الخلافات وطي صفحات الماضي خصوصاً وأن القجع كانت له مواقف ضد حمد لله منذ واقعات هوروبي من معزكر المنتخب الوطني خلال كأس إفريقيا لسنة 2019 ومن المقرر أن يتواجد الحمد لله في المتجمع القادم من المنتخب المغريبي لا سيما وأن الناخب الوطني ويدرقراجي يحتاج لخدمة لعب بهدف تعزيز جبهته الهجومية قبل المونديال وفي الختام المنتخب المغريبي خصوص مهاجم قناص لإنهي الهجامة بأهدف وهذا هو الذي سيجعل أرقراجي يبحث عن حلول قبل بداية كأس العالم قطر 2020 فقد صرح الناخب الوطني ويدرقراجي أنه سيفكر في استدعاء اللايبين عبد الرزاق حمد الله ويسف العربي وربما مهاجم آخر يمارس في البطولة الاحترافية إنوي وذلك قبل الحسن في اللائحة التي ستشارك في نهاية كأس العالم قطر 2020 وقال أرقراجي في ندواء صحفية أعقبت المنبار الودي للباراكويك يوم الثلاثة الحمد لله كل شي على ما يرام لحدود الساعة عودت كل من مزراوي وزياس شيء جيد والأهم هو الانسجام بين اللاعبين وقال أيضا أنا من أتحمل المسكورية ربما سيتم استدعاء مهاجم لإعطاء التوازن لتشكلة وسنفكر في يوسف العربي وعبد الرزاق حمد الله ولما لا لعب من البطولة الاحتلافية في حين أنه لا يمكن للجماهر اتخاذ القرارات مكان الناخب الوطني وكانت الجماهر التي حلت بملعب بينتو في مارين في مدينة إسبيليا قد طالبت الناخب الوطني ويدرقراجي بتوجيه الدولة رزاق حمد الله إلى نهائية كأس العالم المقررة بقطر في نوان بير ودوجن بير القادمين أشهد مدرب المنتخب البرقوي باروس سكيلوتو بالمنتخب الوطني المغربي عقب المباراة التي جمعت الطرفين في يوم التوليتاء في إسبانيا في المودية التانية للأسود بالتوقف الدولي وأكد سكيلوتو في الندوة الصحفية التي تلت المباراة أن المنتخب المغربي يمتلك في صفوف لعب بارزين قادرين على صنع الفارق وقال مدرب البرقوي المنتخب المغربي قد مباراة جيدة ولديه لعبين بإمكانية كبيرة ولكن أعتقد أننا وضعناهم تحت استيطرة وكان بوسع نسجي الأداف من فرص عديدة وتابع قوله أعتقد أن المنتخب المغربي بإمكانية تجاوز دول مجموعات في كأس العالم والوصول إلى الدور الثاني يتمتع بلاعبين ممتازين خاصة على مستوى خط الهجوم وأنه المنتخب المغربي معذكره في التوقف الدولي بتعادل دون أهداف مع باراقوي بعد انتصاره في الودية الأولى على التشجيل بهدفين دون أرض أكد توري لعب المنتخب الإفواري السابق أن المغرب سيقدم عروضا كراوية جيدة في المونديال عطفا على مصاريه في تصفية مبديا أمله في تحقيق أحد المنتخبات الفريقية لحوم التسويج بكأس العالم خلال نسخة قطر 2022 وقال توري في تصريحات موقع قطر 2022 السينيغال لديها منتخب جيد يمكنه تقديم أداء لافيت خاصة بعد اتقالة حصل عليها عقبة تويجه بلقب كأس الأمة إفريقية العام الجاري وأضاف ستقدم منتخبات الكاميرون غانا المغربي بتونس عروضا كراوية جيدة حيث بصمت على أداء متميز خلال تصفية المؤهلة للمونديل وأرى أن إفريقيا تمتلك منتخبات رائعة ونأمل في أن تحقيق إنجازات جديدة في هذه النسخة واتابع أيضا كنا نأمل في تتويج منتخب إفريقي بالأقب البطولة في نسخة جنوب إفريقيا وما زلنا نستطلع إلى ذلك في يوم ما وأنا على تقاتل أن المشجعين في قطر والمنطقة تراوضهم الآمال نفسها وهذا سينطلق العردس العالمي الذي سيجرى لأول مرة في بلد عربي في عشرين نونبير وحتى الثامن عشر من دجانبير المقبلين حيث يتواجد المنتخب المغربي في المجموعة السادسة إلى جانب كرواتيا وبلجيكا وكندا وفي جديد المحترفين المغاربة تسأل لما يستنبون حارس مرمى إشبيلية جائزة زمورة لأفضل حارس في دور الدرجة الأولى الإسباني خلال الموسم الماضي متفوقا على حارس ريال مدريد تيبو كورتوى وحامي عرين رياس سيداد آليكس ريميرو وكان الدولي المغربي قد نصاب نفسه كأفضل حارس في مرمى الليقة باعتباره من أقل الحراس استقبالا للهدف مقارنة بالمباريات التي خادها رفقة تفاريقه في موسم 2021-2022 وتلقى بونو 24 هدف فقط في الدور المحلي من أصل مشاركته في وحدة ثلاثة مقابلة بينما حفظ على نظافة تيباكي في 13 المباراة وهي ما جعلته ينقض على الجائزة المحلية جادر بالذكر أن حامي عرين أسود أطلس تل المركز الرابع رفقة فريق الأندلسي في الليقة برسل 70 نقطة ليحجز بذلك النادي بطاقة العبور إلى دوري أبطال أوروبا أعراب يستنبونو حارس مرمى إشبيلي عن سروره الغامر بإحرازه جائزة زامورا لأفضل حارس في دور الدرجة الأولى الإسباني الموسم الفارق مشددا على أنه سيواصل الاجتهاد والتطوير من نفسه لتلبية عجية ناديه والاستجابة لانتظارات مكونات الفارق الأندلسي أقال الدول المغربي في التصريح لصحيفة مركة التي تقدم هذه الجائزة إنه لشرف عظيم الحصول على الجائزة أمر مهم بالنسبة لي أود توجيه شكر لكل مكونات نادي إشبيليا من لاعبين ومدربين وإداريين وكل أفراد الذين يشتغلون في النادي بدونهم سيكون هذا تستويس صعب وقال أيضا سأستمر في العمال والتطوير من نفسه الاستجابة لانتظارة النادي إشبيليا كان دوما فريقا بعقلية الفوز مع شخصية قوية إنه ينمو كذلك في المراحل الصعبة وهذا ما نعيشه حاليا بدون أدنى شك وحازبون على جائزة زامورا في ظل تصدره لقائمة حراس المرمى الأقل استقبالا للأهداف قياسا إلى المباريات التي خاضوها متجاوزا حراس آخرين مثل النجمري المادريد تيبو كورتوا وحامي عارين أتليتيكو مادريد يان أوبلاك علما أنه تسلم الجائزة يوم الأربعاء ولم تستقبل تيباك النجم المغريبي في الموسم الفارق ضمن الليقة 24 هدف من أصل 31 مقابلة شارك فيها في الوقت الذي حافظ فيه لانظافة تيباكي في 13 الليقة